متابعة يا قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة كنت اتكلمت في الفترة الأخيرة عن العروض التقديمية واتكلمنا عن أدوات كتير جدا ممكن تستخدمها لعمل عروض تقديمية والنهاردة أنا جاي لكم بأداية هتقدر أن أنت تستخدمها بشكل مجاني على المنصة اللي هنتكلم عنها النهاردة والنهاردة جاي أتكلم عن نموذج رائع اسمه GLM 4.5 موجود على منصة ZEI هو نموذج صيني مفتوح المصدر اتكلمت عنه بالتفصيل على قناة انفو تكفريو أتمنى تشوفوا الفيديو الموجود على القناة لأن لو حد عايز يعرف الموضوع من الأول اللي يقدر أنه هو يتابعه يشوف كمان نماذج مختلفة عن استخدام هذا النموذج ولكن النهاردة أنا جاي أركز على إيه جاي أركز على إنشاء عروض تقديمية رائعة باستخدام أداة رائعة مجانية مفتوحة المصدر مجانية على المنصة ولكن طبعا من خلال ال-ABI لو أنت استخدمته من خلال ال-ABI ده بيكلفك ولكن على هذه المنصة هتقدر تستخدمه بشكل مجاني يلا بينا نروح نبص على هذا النموذج أول ما هتخش على الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو هتلاقي العائلة الخاصة بـ GLM والعائلة هنا كانت ابتداءا من ال-GLM 4 32B 4.1 اللي هو thinking وبعدين ظهر نموذجين يعني الأيام دي وهو GLM 4.5 AIR وGLM 4.5 وأنصحك استخدام GLM 4.5 لأنه الأقوى ال-AIR هو النموذج الأخف من GLM 4.5 وحتبص تلاقي النموذج ده بيشتغل كأنه وكيل زكاء اصطنوعي مش بس تشات معي ممكن تستخدمه كوكيل زكاء اصطنوعي يعمل لك عرض تقديمي أو حتى ممكن هو يشتغل كفولستاج ديفولوبر يعمل لك تطبيق أو يكتب لك كود يكتب لك أو يساعدك في الكتابة بشكل عام أنا هنا لو دست على ال-AI سلايس ودي اللي احنا هنجربها مع بعض دلوقتي أنا عايزة كمان أختبره في عمل عرض تقديمي باللغة العربية أشوف كده قدرته على العمل عرض تقديمي باللغة العربية نفترض أن أنت عايز تعمل عرض تقديمي تشرح فيه لطلابك في مرحلة معينة عن الكواكب المجموعة الشمسية وإمكانية وجود حياة على المريخ وما إلى ذلك فهنا هطلب منه من خلال التاكست برومت اللي احطه دلوقتي ولا أنا جايبا من شات جي بي تي لأتي هقول له أنشئ عرض باور بوينت باللغة العربية على فكرة أنا ممكن ما اكتبلوش عرض باور بوينت يعني هو هيبقى فاهم لأن أنا استخدمت الوكيل الذكاء الاصطناعي اللي هو الإي آي سلايتس الموجود فيه مكاوم من سبع شرائح المجموعة الشمسية واحتمال وجود حياة على كوكب المريخ ده اسم الباور بوينت نفسه وقلت له العرض عايزة مناسب للطلاب بأسلوب مبسط وواضح ويحتوي على العناصر وقلت له هيكون موجود إيه في هذه البرزنتيشن بعد كده هبتدي في الآخر خلص أقول له استخدم صور توضيحية وحقائق ألمية حديث عشان يديني معلومات حديثة مع تنصيق أنيق وواضح في التولز الموجودة أو المتوفرة مع الإي آي سلايتس انت عندك الويب سرش طبيعي انه هو عشان يجيب لك المعلومات دي طالما انت مش هترفع له كمان ملف الطبيعي انه هو هيدور عبر الويب الحاجة التانية السلايتس ميكر وهو ده الأساسي الامج سرش ممكن تفعلها أو لا طبعا احنا عايزين صور فبالتالي احنا عايزينه يدور في الصور الموجودة عبر الانترنت وبعد كده هبتدي أدوس انتر وهنا بقى هو هبتدي انه هو يستخدم النموذج اللي هو GLM 4.5 في انه هو يعمل لي الباوربوينت وفي فرق كبير جدا ما بينه وما بين جينسبارك عشان اللي حيسقني على جينسبارك جينسبارك بيستخدم نمازج مختلفة ممكن يكون بيستخدم شات جي بي تيم ممكن يكون بيستخدم جيميناي عشان يعمل لك الباوربوينت لكن بالنسبة لي z.ai او هذه المنصة بتستخدم نموذج اللي هو GLM 4.5 علشان يعمل لك العرض التقديم هنا حيبتدي انه هو يشتغل حيبتدي يزور بيجز ويدور فيها ويبحث وحنبتدي ان احنا نشوف بعد ما يخلص حيكون شكل الباوربوينت بتاعنا عامل ازاي ابتدى انه هو بقى يعمل لي الباوربوينت اهو يعني زي ما احنا شايفين شكل البرزنتيشن هو لسه مخلص لسه شغال حتحس ان الشكل بالضبط جينسبارك وهو بيعمل البرزنتيشن كان فيه بس هنا عندك thinking موجود جنب البريفيو جنب الكود ما زال شغال حاليا هو خلص اربع اربع فور سلايدس يعني شغال على الخمسة اهو في السادة والسبعة ولكن دعنا كده نلقي نظرة على المجموعة الشمسية واحتمال وجود حياة على كوكب المريخة انا بقرأ علشان اشوف كتابته اللغة العربية بيكتب من اليمين للشمال زي ما احنا شايفين استكشاف الكوكب الأحمر وامكانياته وما هي المجموعة الشمسية واعطيك صورة زي ما احنا شايفين وطبعا حطيط لك الصورس بتاعها هو اللي هي الكوبي رايت عشان الكوبي رايت وهنا الكواكب الرئيسية في المجموعة الشمسية يعطيك الحاجة بشكل جميل جدا كوكب المريخ والصورة اللي هو حطيطها الكوكب المريخ طبعا هو جايب كل ده من على الانترنت زي ما احنا شايفين والأدلة العلمية على احتمال وجود حياة على المريخ واحنا يعني قلنا له دينا أدلة علمية وهنا التحديات التي تواجه وجود حياة على كوكب المريخ دي السلايد رقم 6 وفي انتظار خلاص اخر سلايد هو مازال شغال وهنا بقى ما فيش كريدت سوى لحاجة انا بستخدمه بشكل مجاني في بعض الأحيان بيكون عليه ضغط عالي فتلاقي كده للأسف الشديد ممكن تضطر ان انت تاني تقوله كمل او تشات معي علشان في مثلا error في حاجة معينة او canvas والكلام ده انا بلاحظه موجود في الفول استاك هنا في الجزء المتعلق بالAI سلايدس مقابلتش مشكلة يعني دي مش اول بريزنتيشن اعملها بي GLM 4.5 هو خلاص خلاص زي ما احنا شايفين والسؤال الاخير هل تعتقد ان البشر سيعيشون على المريخ في المستقبل وزي ما احنا شايفين بريزنتيشن حلوة قوي ممكن ان انت تقدمها يعني للطالب بتاعي مش شرط تكون مدررس ممكن تعمل بريزنتيشن زي ما قلت لك من ملف عندك بترفعه هو يعمل لك منه بريزنتيشن والجميل بقى كمان ان انت تقدر تعمل edit وهنا edit يعني ان انت تختار جزء معين وتبتدي ان انت تعمل edit وتطلب منه مثلا هنا انت عايزين مجموعة الشمسية واحتمال وجود حقيقة على كوكب المريخ عايز تغير التايتل الموجود فتبتدي تعلم عليه بعد طبعا ما تدوس edit وتبتدي تتسكرايب اللي انت عايز تعمله edit وبعد ما تخلص هتبتدي تعمل save فحيعمل save مرتبط بالسلايد الاولين طبعا فيه عندنا هنا كمان السلايد view عشان تشوف ال preview الخاص بالبريزنتيشن بتاعك بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين وعندنا هنا share نقدر نحنا نشير ناخده copy link ونشير اكس او نشير ده عبارة عن تطبيق صيني ونرجع بقى مرة تانية وهنا لو رجعت بقى تاني لل share هتلاقي عندك هنا حاجة زيادة اسمها export as bdf فتبتدي ان انت تنزل معاك ك bdf والنصيحة بقى لما تيجي تنزله bdf وتيجي تفتحه على powerpoint هتلاقي رموز وارقام وحاجات غريبة جدا النصيحة بقى مني وقبل كده انا شرحت لك الموضوع ده الافضل وخصوصا في المحتوى اللي باللغة العربية لاحظ ان احنا بنتكلم هنا كمان على نموذج صيني فهنا هنبتدي ان احنا نروح لcanva ونبتدي نرفع يعني انت بتروح هنا تعمل upload add media وترفع bdf لما هتيجي تفتحه هتلاقي بالشكل ده كده ايه دي الشكل الخاص دي زي يعني مظبوط ونازل بالصور وزي الفول يمكن بس هنا الصورة اللي في الخلفية هنا من الظهرة ولكن بص بقية البرزنتيشن هتبتدي تروح تعمل share وتبتدي تعمل download وتيجي هنا تختار bbtx microsoft powerpoint document وتبتدي تعمل download وتعالى بقى نفتحه على الpowerpoint بعد ما عملنا download من على canva وقادي شكل الpowerpoint بتاعنا بعد ما فتحته على طول من الملف النازل كpowerpoint من على canva فيش اي مشكلة كلهم من اليمين للشمال الكتابة باللغة العربية ويمكن زي ما قلتلك حتى هو على canva هنا background بتاع الصورة الخاصة هي اللي مش موجودة ممكن تروح تشير اللون دل اسود ده خالص يعني بصوا اهو بس كده ايه دي الكفر والصورة موجودة بتاعت الكفر يعني كمان ظلمنا احنا النموذج معنا الصورة ما رحيتش في حتة الصورة موجودة هو عندنا كمان زي ما هي هو بس هنا حاطيتلي shutter stock لان هو جايبها من shutter stock عشان حقوق الملكية واهو بس كده ايه دي الخلفي زي ما احنا شايفين ده بالنسبة لنموذج النهاردة glm 4.5 تقدر تستخدمه زي ما قلتلك بشكل مجاني والرابط هيكون في الوصف اسفل الفيديو اتمنى يكون فيديو النهاردة مفيد وتستخدمه هذه النموذج حاولوا تستفيده من الخطط المجانية قدر الامكان النموذج ده قوي جدا ولو انت developer كمان استخدمه ك full stack او استخدم full stack agent ممتاز جدا اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعين العزاء ولو كنتم بتشوف لأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة